الحمد لله الذي لشرعه يخضع من يعبد ولعظمته يخشع من يركع ويسجد ولطيب مناجعته يسهر المتهجد ولا يرقد ولطلب ثوابه يبدل المجاهد نفسه ويجهد أحمد وحمد من يرجل وقوف على بابه غير مشرد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له وتعبد وأن محمد عبده ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتزود صلى الله عليه وعلى أبي بكر الذي ملأ قلوب مبوضيه قرحات تنفد وعلى عمر الذي كان يقول إسلام ويعضد والعثمان الذي جاءته الشهادة فلم يتردد وعلى علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد وبعد فمع باقة من أقوال وقصص السرف الصالح عليهم رحمة الله في قيام الليل فعن عمر بن ذر رحمه الله قال لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم ونظروا إلى أهل السآمة والغفلة قد سكنوا إلى فروشهم ورجعوا إلى ملاذهم من الضجعة والنوم قاموا إلى الله فرحين مستبشرين بما قد وهب لهم من حسن عبادة السهر وطول التهجد فاستقبلوا الليل بأبدانهم وباشروا ظلمته بصفاح وجوههم فانقض عنهم الليل ومن قضت لذتهم من التلاوة ولا ملت أبدانهم من طول العبادة فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم الليل بربح وغبن أصبح هؤلاء قد ملوا النوم والراحة وأولئك متطلعين إلى مجيء الليل للعبادة شتان ما بين الفريقين فعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار والمحروم من حرم خيرهما وإنما جعل سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم وبالا على الآخرين بغفلاتهم عن أنفسهم فأحيوا لله أنفسكم بذكره فإنما تحيى القلوب بذكر خالقها كم من قائم في هذا الليل قد اطبط بقيامه في ظلمته وحفراته وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نوماته عندما يرى من قرامة الله للعابدين وعدها فاعتنموا ممر الساعات والليالي والأيام رحمكم الله وعن الفضيل بن عياض قال كان يقال من أخلاق الأنبياء والأصفياء الأخيار الطاهرة قلوبهم خلائق ثلاثة الحلم والأناه وحظ من قيام الليل وعن مسلم بن يسار رحمه الله قال ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل وعن أحمد بن أبي الحواري قال قال لي أبو سليمان الداراني يا أحمد كن كوكبا فإن لم تكن كوكبا فكن قمرا فإن لم تكن قمرا فكن شمسا فقلت يا أبا سليمان القمر أضوء من الكوكب والشمس أضوء من القمر قال يا أحمد كن مثل الكوكب طلع أول الليل إلى الفجر فقم الليل أولا إلى آخره فإن لم تتقوى عليه فقم مثل الشمس تطلع أول النهار إلى آخره فإن لم تستطع فلا تعصي الله بالنهار وعن سيار قال قلت لبكر ابن أبي أيوب يا أبا يحيى كان أبوك يجهر بالقرآن من الليل قال نعم جهرا شديدا وكان يقوم حتى السحر الأعلى وقيل لحسان ابن أبي سنان في مرضه ماذا تشتهي يا حسان قال ليلة بعيدة الطرفي وحي ما بين طرفيها وقال سعيد بن المسيب رحمه الله إن الرجل ليصلي بالليل فاجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم يراه فيقول إني لأحب هذا الرجل وقل الحسن البصري رحمه الله ما بل متهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها وقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره وقال ثابت البناني رحمه الله يسمى عابد أبدا عابدا وإن كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيه هاتان الخصلتان الصوم والصلاة لأنهما من لحمه ودمه قال طاووس بن كيسان عليه رحمة الله ألام الرجل يقوم بعشر آيات من الليل فيصبح وقد كتب له مئة حسنة أو أكثر من ذلك قال سليمان بن طرخان رحمه الله إن العين إذا عودتها النوم اعتادت وإذا عودتها السهر اعتادت قال يزيد الرقاشي رحمه الله إذا نمت فالسيقظت ثم عدت إلى النوم فلا أنام الله عيني قال الفضيل بن عياض رحمه الله إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك قال أبو حازم رحمه الله لقد أذرقنا أقواما كانوا في العبادة على حد لا يقبل الزيادة وقال آخر أو كل لأحدهم القيامة غداء ما كان في عمله زيادة وقال آخر أو كل لأحدهم ستموت غداء ما كان في عمله زيادة ولملاه وقد كانوا يصومون نهارهم ويقومون ليلهم ويذكرون ربهم ويشتغلون بطاعته ليل نهار وسر جهار عليهم رحمة العزيز رفا قال رجل لإبراهيم بن أدهم إن لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء يا إبراهيم فقال لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف والعاصي لا يستحق ذلك الشرف رسول حسن البصري فقيل له يا أبا سعيد إن أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم فقال له الحسن ذنوبك قيدتك فقال رجل الحسن البصري أعيان قيام الليل فقال قيدتك خطاياك وقال الفضيل عليه رحمة الله دركت أقوى من يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الهجعة إنما هو على الجنب فإذا تحرك أي أفاق من نومه قال ليس هذا لك قومي هدي حظكي من الآخرة قال هشام الدستوائي عليه رحمة الله إن لله عبادا يدفعون النوم مخافة أن يموتوا في منامهم قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أفضل الأعمال ما أكرهت إليه النفوس كان أبو أسحاق السبيعي رحمه الله يقول يا معشر الشباب يدوا واشتهوا وبادروا أوقاتكم واعتنموا شبيباتكم قبل أن تعجزوا فإنه قل ما مرت علي ليلة إلا قرأت فيها بألف آية أي في قيامه عليها رحمة الله كان بعض الصالحين يقف على بعض الشباب العباد إذا وضع لهم طعامهم ويقول لهم لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحيي الليلة بصلاته ثم يقول يا نافع أسحرنا أجاء وقت السحر فيقول له نافع لا فيعاود الصلاة ثم يقول يا نافع أسحرنا فيقول نعم فيقعد ويستغفر ويدعو الله حتى يصبح أي حتى يؤذن لصلاة الفجر وعن أبي عثمان النهدي قالت ضيفت أباه ريرات سبع ليال فكان هو وقادمه وامرأته يتعقبون الليل أثلاثا يقوم أحدهم ثلث الليل أولا ثم يوقذ الثاني فيستيقظ فيصلي أوسط الليل ثم يوقذ الثالث فيقوم حتى أذان الفجر ثم يوقذ الجميع لصلاة الفجر وعن إبراهيم النخي قال لما كبر عمر بن ميمون واتد له وتدا في الحائط فكان إذا سئم من طول القيام السمسك به أو ربط حبلا فتعلق به أي من طول قيامه عليه رحمة الله وكان مالك بن دينار عليه رحمة الله يصلي ليلة ويدعو ربه ويقول يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النار وكان ربيع بن ختيم يقوم ليلة فقرأ مرة بقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات فأخذ يرددها ويبكي بكاء شديدا حتى أصبح أي أذن لصلاة الفجر وكانت أمه تنادي علي وتقول يا بني يا ربيع ألا تنام فقول أماه أماه من جن عليه الليل وهو يخاف البيات حق له ألا ينام فلما بلغ مبلغا وجهد نفسه جهدا فرأت ما يلقاه من البكاء والسهر نادته فقالت يا بني لعل لك قتلت قتيلة قال نعم يا أمه لقد قتلت قتيلة قالت من هذا القتيل يا بني حتى نكلم أهله فيعفون والله لو يعلمون ما أنت فيه من بكاء وسهر لرحموك فأقول يا أمه فقتلت نفسي عن ضمرة بن حبيب رحمه الله قال جاء أبو ريحانة وقد كان غائبا في غزاة فلما قادم على أهله تعش ثم خرج إلى المسجد فصل العشاء ثم انصرف إلى بيته وقام يصلي الليلة يفتتح صورة ويختمها وهكذا حتى طلع الفجر وأزن له فشد عليه توبه ثم خرج إلى المسجد فقالت له امرأته يا أبو ريحانة كنت في غزواتك ما كنت ثم قدمت الآن فما كان لنا فيك نصيب أو حظ قال بلى لقد كان لك نصيب ولكن شغلت عنك فقالت يا أبو ريحانة ما الذي شغلك عنه قال ما زال فكري في الجنة في حورها وطيبها ونعيمها وما خطرت لي على بال حتى طلع الفجر وعند داود بن إبراهيم قال حبس الأسد الناس ليلة في طريق الحج وفرق الناس بعضهم بعض فلما كان وقت السحر نزل الناس يمينا وشمالا فألقوا أنفسهم وناموا من شدة التعب فقام طاوص يصلي قيام الليل والناس نائمون فقال له رجل ألا تنام فانك قد تعبت الليلة كما تعبنا فقال طاوص لينام السحر أحد أي من ذوي الهمام العالية وكان صفوان يصلي في الشتاء في السطح وفي الصيف في بطن الليل يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح ثم يقول هذا الجهد من صفوان وأنت الرحيم الرحمن فكانت امرأة حسان تحكي عنه فتقول كان يجيء معي فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها فإذا علم أني قد نمت سل نفسه فخرج ثم قام فصل الليل فقلت له يا أبا عبد الله كان تعذب نفسك ارفق بنفسك فقال اسكتي ويحكي فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها أبدا يعني في القبر فكان محمد بن المكادر عليه رحمة الله يقوم الليل ويرفع صوته فكان يقال له يا محمد لما ترفع صوتك هكذا قال إن لي جارا يشتكي يرفع صوته بالوجع وأنا أرفع صوتي بالنعمة فكان أيوب السكتياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأن ما قام من نومه تلك الساعة يخفي قيامه عن الناس رابة في الإخلاص عليه رحمة الله وكان سعيد بن جبير يبكي الليل حتى أصابه العمش أي ضعف البصر عليه رحمة الله وكان عمر بن عتبة يخرج على فرسه ليلة فيقف على الكبور فيقول يا أهل الكبور قطويت الصحف ورفعت الأعمال ويصف قدميه يبكي لله يقوم الليل حتى يطلع الصبح عليه رحمة الله وكان سعيد بن مسيب عليه رحمة الله يقول صليت الفجر خمسين سنة بوضوء العشاء وكان يسرد الصو أن يصوم الأيام كلها إلا الأيام التي قد نهي عنها وقال محمد بن المكادر عليه رحمة الله كابت نفسي أربعين عاما حتى استقامت لي قال ثابت البناني كابت نفسي على القيام عشرين سنة واستمتعت به عشرين سنة أخرى وكان أحد الصالحين يصلي الليل حتى تتورم قدماه فيضربها ويقول يا أمارة بالسوء ما خلقت إلا العبادة وكان عبد العزيز بن أبي رواد عليه رحمة الله يفرش له فراشه بالليل لينام عليه فكان وضع يده يتلمس فراشه ويقول ما ألينك ما أطيبك ولكن فراش الجنة ألين منك ثم يقوم إلى صلاته حتى يؤذن للفجر وقالت امرأة مسروق بن الأجدعي عليه رحمة الله والله ما كان مسروق يصبح من ليله إلا وساقاه منتفختان من طول القيام وكان إذا طلع له الليل وتعب صلى جالسا ولا يترك صلاة الليل أبدا وكان إذا فرغ من صلاته يزحف إلى فراشه كما يزحف البعير وخرج الصلة بن أشيام عليه رحمة الله في غزاة إلى كابول فأوهم الناس أنه سينام حتى إذا وفل الناس وناموا قام يصلي لله فأداه أسد فأخذ يزأر وكاد يفترسه إلا أن صلة لم يترك صلاته ثم بعد ذلك أنهى صلاته ونظر إلى الأسد وقال له أيها السبع طلب رزقك في مكان آخر فولى الأسد وله زئير تتصدع منه الجبال وما زال صلاته يصلي حتى إذا قرب الفجر جلس فحميد محامدا لم نسمع بمثلها إلا ما شاء الله ثم دعا ربه فقال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يجتر أن يسألك الجنة قال أبو جعفر البقال دخلت على أحمد بن يحيا فرأيته يبكي بكاء كثيرا ما يكاد يتمالك نفسه وكنت له أخبرني ما حاله فأراد أن يكتم لي فلم أدعه فقال لي فاتني حزب البارحة أي من قيام الليل ولأحسب ذلك إلا لأمر أحدثته فعقبت بمنع حزبي ثم أخذ يبكي فأشفقت عليه وأحببت أن أسهل الأمر عليه فقلت له ما أعجب أمرك لن ترضى عن الله تعالى في نومة أنامك إياها حتى قعدت تبكي لعنك هذا يا أبو جعفر فما أحسب ذلك إلا من أمر أحدثته ثم غلب عليه البكاء رحمه الله وكان سفيان الثوري يخاطب الشباب فيقول لهم قموا يا شباب صلوا ما دمتم شبابا إذا لم تصلوا اليوم فمتى تصلون ودخلت أحد النساء على زوجة الإمام الأوزعي رحمه الله فرأت تلك المرأة بللا في موجود الأوزعي فتعجبت لذلك وقالت لمرأته سكيلتك أمك ركب وقلت عن بعض السبيان حتى بال في مسجد الشيخ أي في مكان صلاته فقالت لها امرأته ويحكي هذا يصبح هكذا كل ليلة من أسر دموع الأوزعي في سجوده وهو قائم الليل عليه رحمة الله كان أبو مسلم خولاني رحمه الله يصلي من الليل فإذا أصابه فطور أو كسل قال إن نفسه أزم أصحاب محمد أن يسبقون والله لو زاحمنهم عليه حتى أعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا ثم يصلي إلى الفجر لو رأيتهم بين ساجد وراكع ودليل مخمول متواضع ومنكسر الطرف من الخوف خاشع زجن الليل حن الجازع تتجافى جنوبهم عن المضاجع نفسهم بالمحبة عالقات وكلبهم بالأشواق فلقت وأبدانهم للخدمة خلقت يقومون إذا انطبقت أشفان الهاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يبادرون بالعمل الأجل ويجتهدون في سد الخلل ويعتذرون من ماضي الزلل والدمع لهم شافع تتجافى جنوبهم عن المضاجع سبق يا هذا القوم بكسرة الصلاة والصوم إذا أقبل الليل حارب النوم والعزم في الطوالع تتجافى جنوبهم عن المضاجع ينادي منادي تأيبهم لا أعود والله ينعم بالقبول ويجود هم يا هذا من الكون المقصود فما حيلة المطرود والمعطيه والمانع تتجافى جنوبهم عن المضاجع كن يا هذا رفيقهم ولج يوما مضيقهم واسلق طريقهم فالطريق شاسع تتجافى جنوبهم عن المضاجع أجر بالنهار طيب الطعام ودع بالليل لذيذ المنام والله يدعو إلى دار السلام فما يقعد السامع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يا من يرجو مقام الصالحين وهو مقيم مع الغافلين يا من يعمل منازل المقربين وهو أنزل مع المذنبين دعاك هذا الواقع تتجافى جنوبهم عن المضاجع الصدق الصدق به تسلم الجد الجد به تغنم البدار البدار قبل أن تندم هذا هو العلاج النافع تتجافى جنوبهم عن المضاجع وأخيرا إن أردت أن تحزب مضاعفة هذه الأجور والحسنات فتذكر قول سيد البريات من دل على خير فله مثل أجر فاعله والحديث في صحيح مسلم دم الكلام وربنا الودود وله المكارم والعلى والجود وعن النبي محمد صلواته ما ناحكم ري وأورق عود أكل قولي هذا السفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته